رمضان مبارك عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كلها وبنسبة شهر رمضان العتاولة طلبين مني فيديو قوي جداً وفيديو مهم جداً خلال الفترة دي إنه نهاردة معانا أقوى فيديو بخصوص مكتبات بلستيشن سيري يا رجالة أيوة شف زي ما انتم سمعتوا كده بالزبط نهاردة معانا فيديو قوي جداً الفيديو نهاردة بخصوص مكتبات البلستيشن سيري تشغيل جميع المكتبات على أحد السوفتوير 94 90 عايزة يعرف الشهر وعايزة يعرف التفاصيل هقول لك يا صاحبي علشان إحنا داخلين على شهر مفترج وشهر كريم وقلت لازم أعمل لكم فيديو استاهل دخول الشهر يلا يا شباب شجعوني ونزلوا أعملوا إيه أكبر لايك سبسكيني واشتراك وتفعل الجرع علشان وصلك الفيديوات الجديدة ويلا بينا نبدأ السلام عليكم سبسكيني واتهون أخبارك وعملين يا رب خير نعمل معكم السلام في فيديو جدير فيديو نهاردة مش فيديو عادي ومش فيديو طبيعي النهاردة معانا أكوى فيديو خلال الفترة دي يا شباب ويمكن أكتر فيديو مطلوب على اليوتيوب وهو مكتبات البلستيشن سريع على آخر سوفتوير 94 مش النهاردة الشرح لك مكتبة ولا الشرح لك اثنين ولا شرح لك ثلاثة ولا شرح لك أربعة ولا شراح لك خمسة انت رايح لفين أكتر من كده يا عمل أشologieي من هذه النهاردة كل المكتبات اللي هتشتغل معك على البلستيشن سري هنشغلها كلها مش بس هقولك أنا هقولك الحلول وهقولك المشاكل وهقولك الحلول وهقولك ازاي تعالجها وهقولك كل حاجة وهقولك المشاكل بتاعت الحساب وابتاعت الأکاونت وبتاعت برنامج أبول كل حاجة تبقى موجودة فيديو متكامل الفيديو بتاع النهاردة حرفيا اكتر فيديو لازم تسمعوا اكتر فيديو مطلوب يلا بنا نخش في الشرح وارض لما نخش في الشرح يا شباب الدعم لايك سبسكرايب انا بحب الدعم منكم الكومنتات بجد بجد اكتر حاجة بتلمس قلب عن فكرة الكومنتات لما بشوف اللايكات كده ايه الفين لايك خمس تلاف لايك هشوف الكومنت كده الف كومنت الموضوع ده بيلمس قلب قوي بفرح جدا بالحاجات دي طولنا بس بجد الفيديو يستهل المقدمة دي تعالوا بيرا يلا نخش في الشرح يا شباب مبدئيا علشان الشرح ده يبقى تمام معاكم ومفوش اي مشكلة تبقى محتاج فلاشة والفلاشة دي طبيعا هي تبقى موجودة معاك وانا عارف ان انت معاك فلاشة انا الرجالة عندي كلهم معاهم فلاشة هتلعتولة كلهم معاهم فلاشة ومعاهم اجهزة والدنيا زي الفلو هنخربها في رمضان طبعا هنصلي ونسوم يعني وشوية لعبة كده يلا بينا نخش دلوقات يا شباب احنا على جهاز الكمبيوتر زي ما انتم شايفين البرامج دي اللي انا هستخدمها او البرامج البرامج دي اللي انا بستخدمها تعالوا بينا ايه نسبنا من كل اللي فوق ده اعملوا دليت علشان افضلكوا الدنيا كده تمام البرامج اللي احنا هنستخدمها ايه او البرامج اللي هو ابله علشان تاكتف الحساب بتاعك لازم علشان المكتبات تشتغل معاك لازم يبقى فيه اكتفة للحساب مبدئيا انا ما بحبش ابله ما بحبش الاكتفة عن طريق ابله انا بحب ان انت تاكتفي الحساب بتاعك عن طريق الاكاونت عن طريق ان انت تعمل اكاونت ليه؟ في مشاكل وهشرح لكم دلوقتي في الفيديو واحنا لما نخش يعني في الشرحة على جهاز البلاستيشن وهشرح لكم المشاكل دي وهورها لكم عملي وليه الحساب افضل بس مبدئيا كده لو انت عايز تعمل حساب ومش عارف تعمل حساب عندك الفيديو ده فيه كل حاجة خاصة بازاي تعمل حساب وازاي تاكتفه بخطوتين وازاي تعمل كل حاجة خاصة بالاكاونت بتاعك كل حاجة شرح من الجيميل لحد ما تعمل الميل كل حاجة موجود فانصحك ان انت تشوف الفيديو ده انا بحبه اكتر من برنامج ابله اكتر من انت تخش تاكتف من خلال ابله طيب دلوقتي عندك اول مكتبة هنتكلم على اللي هي البيكي جي اي كيف تثبرينها تدعم خلال اوف مكتبة بالاختار التالي coloc التي تعمل معك من غير اياي مشاكل التاني مكتبة ال هيمسיתי واتالت مكتبة ال هيمست주는 واتالت مكتبة ال هي portfolios وعندك رابع مكتبة واتالت مكتبة التي هي الgeme魅رب هذه البرامج ال Ber secondo 레� historias على שמ�اء اbre la bizpo برامج دون كلها لازم تبقى موجودة عندك البرامج دون البرامج كلها تعلمين تبقى ب��면 تعلمين صح لا لا! انت شكلك مش عارف! لو أنت بنتجأت اول عالف نيائه في كومنت المسبت تحت لو انجلت بالكومنت المسبت هتلاقي البرامج كلها دايما هتصيب ب spreكار البرامج في الكومنت المسبت بيحولك للتلجرام وتنزيلها من التلجرام طيب دي اللوقت البرامج جهزة تمام؟ موصلنا للفلاشة هتقدت الدوس على الفلاشة كليكين بربيرتز وتدوس بربيرتز هنا وبعد ذلك تتأكد من فالة هذه النية فات 32 لا ينفع على الفلاشة نتي إفس ما ينفعش تبقى اي اكس فات ما ينفعش تبقى اي حاجة غير فات 32 يا شباب ليه مش هتقرى معاك على جهاز البلستيشن نتأكد انها تبقى فات 32 لايهت اي حاجة تانية غير فات 32 هتجي تدوس على الفلاشة كليك مين وبعد كده تجي ندوس فورمات وبعد كده تختار من فالسيستم دي فات 32 وتتأكد انت تشيل اي برامج مهمة عليها واي ملفات مهمة عليها وبعد كده تختار فات 32 تدوس على ستارت هيعمل فورمات للفلاشة بعد كده تنزل الملفات دي وتنقلها بقى على الفلاشة جهزت الفلاشة بتاعتك انت مش محتاج اي حاجة اخرى من جهاز الكمبيوتر لقي من الشرح اللي جاي كله على جهاز البلستيشن يلا بينا على جهاز البلستيشن دلوقتي انا ركبت الفلاشة اشاب زي ما انتم شايفين وشغلت الجهاز وكده كله تمام دلوقتي انا عملت حاجة على الجهاز عشان اضمن لكم ان الشرح يبقى كامل متكامل وهو مسحت كل حاجة على الجهاز وحتى التعديلة مفيش حاجة حتى البرامج حتى مفيش حاجة الجهاز اكد انك لسه جايب جديد جهاز زيرو بس طبعا مش عادل معاكم جهاز ليه لان انا شرحت فيديو قبل كده في طريقة التعديل على سوفتوير 94 فحضرك لو مش عارف تعديل الجهاز بتاعك على 94 اهو الفيديو اهو شايف فوق هنا اهو هو اللي انت شايفه قدامك ده الفيديو ده فيه شرح متكامل ازاي تعرف تعديل الجهاز بتاعك على اخر سوفتوير من الموقع الرسمي فريد تشوف الفيديو ده عشان تعرف تعديل الجهاز بتاعك امعلم وبعد كده بقى اكمل معايا الشرح لاني لو معدلتش الجهاز بتاعك مش هتعرف تنزل الالعاب دي ومش هتعرف تعمل الشرح اللي احنا هنشرحه النهاردة دلوقتي يا شابه احنا على الجهاز هروح اعدل الجهاز وارجعلكو تاني تمام كده يا شباب كده احنا عدلنا الجهاز زي ما انتم شايفين لو جينا هنا هنلاقي الهن هنفعل الهن بتاعنا عشان تظهر لنا الباكيتجي مانجر عشان نبدأ نثبت بقى المكتبات او الملفات وهتثبتوها بالترتيب نقطة يعني هتثبتوها بالترتيب كده لان اوقات ممكن تخلف معاك ولو عندك مكتبة قديمة انصحك امسحها امسح اي مكتبة كانت قديمة عشان ما تعملتش معك مشكلة مع المكاتب مع المكتبات دي ومع ملفات الفيكس اللي احنا هنزل يجب تج骗 كده يا شباب تذكروا اي مكتبات مشكلة موجودة قبل كده انتي بالي حتى تنزل المكتبة تتخبر م؛نجر بعد كده انستولMic 명 Caro س , ثم ننزل المكتبة الأول وندك ملف الفيكس ناظ المكتبة ارجعchen ميةThank you!!! ولو جيتا ا 순간 ي sortie اكثر ما رحي او فكئه ايه ومش هتشغل معك لięcy ثم نقوم بديك بسطورهارتين بالترتيب نقطة تنزل الفيكس تمام لو جيت هنا هتلاقي اشتغلت معاك من غير اي مشكلة بحاولوا تركزوا معايا هتيجي هنا تخش وبعد كده انستول وبعد كده ستندر وبعد كده هتنزل تحت هتسبت هتستنى لحد ما تخلص المكتبة خلصة يا شباب لو رجعنا وطلعنا هنا مش هنلاقي في اي حاجة ظهرة سيبك من كل الكلام ده ركز بس في اللي انت هتعمل هتخش تاني هتخش في بعد كده انستول وبعد كده انستول وبعد كده ستندر وبعد كده هتنزل تحت احنا نزلنا البيجي اي دي اشتغلت وبنزلنا الهن وبعد كده هننزل الفيديو هنستنى لحد ما تخلص ونرجع تاني كده تاني مكتبة شباب خلصت هترجع وراء وتخش في بعد كده انستول بعد كده ستنزل تحت هتلاقي فيه احنا نزلنا الفيديو ونزلنا الهن كده فاضل الويب ستور هننزلها هنستنى برضو لحد ما تخلص ونرجع تاني والمكتبة دي كمان خلصت الشباب هنرجع ونخش في باكتج منجر تاني ستاندرد زهقت ما تزهقش عشان في الاخر هتاخد بهاريز هتاخد حاجات حلوة كده حلويات هتبسطك احنا كده سبتنا البيكي جو اي اد واحد الهن اتنين الفيديو ثلاثة والويب ستور كده اربعة وكده فاضل الزوكو ستور هندوس عليها عشان نسبتها ونستنى برضو لحد ما تخلص وخلص يا شباب دي كمان خلصت هنرجع ورا ونخش في باكتج منجر انستول وبعد كده ستاندرد وهننزل تحت حد كده خلصنا الزوكو ستور هنيجي بقى اتدو passado عن الفيكس وبالتاعها زي ما انت ما شايف خلص بسرعة هنخش تاني في بعد كده انستول وبعد كده ستندردد كده هننزل تحت احنا كده خلصنا الزوك هندوس بقى على strong fix hen 94 هتدوس عليه وترجع ورا وكده يبقى انت خلصت كل انت هتعمله بقى هتيجي هنا تدفي الجهاز وتشغل الجهاز بقى مرة تانية هنستنى لحد الجهاز ما يشتغل ونشوف دلوقتي شباب الجهاز بيبدأ معنا زي ما انتم شايفين كاتب hen على يمين ده معنى كده ان الجهاز بتعدل انت عارف المعلومة دي؟ منعرف ان انت عارف هنيجي بقى نخش هنا هنيجي في النيتورك هنا عندك البيك جي اي موجودة لو دخلنا هنا في الجيم ادوا معايا رجالة احنا هنا قولنا ادي واحد صح هنا ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس مكتبات اقوى خمس مكتبات على البليستيشن سريعة تولا ما اظنش ان انتم هتلاقوا خمس مكتبات تانين غير دول دول المكتبات اللي شغالة واللي مش شغالة اشتغلت من الاخر كده يعني كل حاجة موجودة مفيش اي حاجة مش هتلاقيها موجودة في المكتبات دي عتاولة عداني العيب صحي كده؟ لا لسه لسه هكمل معاكو لسه بقى ازاي نقدر نشغالهم مبدعين كده انا قلت لكم في اول الفيديو اني عشان تشغل مكتبات دي لازم تاكتف الاكاونت بتاعك ولازم تنزل الترخيص بتاعة الالعب تشتغل لازم تنزل التسع ملفات دول كده شباب نكون خلصنا التسع ملفات هنرجع ورا زي ما انتم ما شايفين لو دخلنا هما التسع ملفات انا كده نزلت التسع ملفات من غير اي مشاكل طب نيجي بقى لنقطة مهمة وهي انت لما تيجي تنزل اي حاجة وتيجي تشغلها مش هتشتغل معاك علشان انت مش مدخل الحساب بتاعك وهيطلب منك ان انت لازم تدخل الاكاونت تعالوا بينا نجرب كده ووريكم دلوقت يا شباب ده مثال تعالوا بينا نشغل كده زي ما انتم شايفين بيقولك ما يقدرش يشغل عشان خاطر مفيش اكاونت موجود على الحساب على الجهاز بتاعك هنا هنيجي لنقطة تانية وهي هل ابولو بيغنيك عن الحساب لا مش بيغنيك هو فيه علعاب تشتغل بس فيه علعاب تانية مش بتشتغل وهوريكم برضو عمل بس تعالوا بنا ننزل ابولو ونشوف اكاونت نعرف ناكتف الحساب عشان الناس المش فارق معها كل الالعاب تشتغل بس فارق مع ان هي تاكتف الحساب حساب اوفلاين على الجهاز وتشغل الالعاب هاتخش تثبت انا سايب لكم الملفات كلها زي ما قلت لكم فين فين ها في الكومنت المثبت برافو عليك هتنزل تحت دوس على وبعد كده هتنزل تحت هتلاقي فيه ابولو هنا هتثبت ابولو مش هيخد منك وقت وبعد كده هترجع ورا هتلاقيه ظهر هنا هتخش تفتحه هنستنى لحد ما يفتح ونرجع مع بعض دلوقتي هو فتح بس بيحمل بيقامل استنى لحد ما يخلص دلوقتي البرنامج تحمل لشباب علشان اكتف الحساب كل انت هتعمل هتتخش في يوزر تول وتخش اكس وبعد كده هتلاقي اول خيار فوق خالص اللي هو اكتف الحساب هتدوس على ايه وبعد كده تدوس على اكتف حساب بيقول لك اكتف حساب بيقول لك اكتف حساب كده هو عمل العملية بنجاح اوكي ترجع ورا ارجع 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 لحد ما تخرج من البرنامج ترجعنا تمام كده انت خرجت من البرنامج من المفترض بقى كده انت تروح تشغل لها بتشتغل صح داك هلام الناس بيقول لك ابولو بيغني عن الاكاونت او الحساب تعال بينا نروح كده هننزل تحت هنا ندوس على لعبة زي ما انت ما شايف مش قادر ان هو يشغل او بيقول لك ان انت لازم تأكتف الحساب وتخش في البي اس ان واكاونت ما جمانت تبعيني انا اكتفت الحساب ليه مش شغال مش شغال عشان لازم حضرك تدخل الاكاونت بتاعك عايز بقى تحل المشكلة دي الحل بسيط انا قلت لكم في الديت الفيديو لازم تعمل حساب ويقولت لكم الفيديو ده في كل حاجة عن ازاي تقدر تعمل الاكاونت وزي تشغل الانلاين وزي تعمله اكتفيت بخطوتين او تنشيط بخطوتين كل التفاصيل فيه عشان ما تطلعبتش في اي حاجة انا دلوقتي هروح ادخل الحساب بتاعي ونرجع نشوف المشكلة ده هتتحل ولا لأ زي ما انت ما شايف دلوقتي انا دخلت الاكاونت بتاعي هدوس ساين ان وبعد كده هاخش بقى ايه في اكاونت منجمانت دلوقتي بيقول ان هو يحدث الستور والكلام ده اقول له حدث مش مشكلة خالص هينزل التحديث بس بتاع الستور تمانية واربعين نيجا ونرجع تاني مع بعض يا رجالة دلوقتي الشباب هو خلص زي ما انتم شايفين ودخل على الستور هنخرج وراء ونضوز زر البي اس ونضوز اوت ونخرج وراء خالص كده هندع عمل نا ايه دخلنا الاكاونت بتاعنا كل حاجة تمام بفيش اي مشاكل نروح بقى ناكتف الاكاونت بتاعنا من على الاكاونت منجمانت نفسنا على الحساب الرسمي بتاعنا هنخش في اكاونت منجمانت وبعد كده هننزل تحت الاكتفيت هنستنى هننزل تحت بعد كده سيستم اكتفيت باسي سيستم جيم وهندوس اكتفيت سيستم بيقولك ايرور معنى ايه الايرور في مشكلة حل المشكلة ايه هقولك حل المشكلة هترجع ورا خالص ويبعد كده تيجي هنا في اليوزرات زي انت ما شايف هنا في الحسابات صح هتقوم عامل حساب جديد خالص حساب جديد خالص لو انت كنت اكتف عن طريق ابوله هيجيب لك المشكلة دي مشكلة دي بتيجي عشان ابوله بس لو انت عايز تلغي بقى المشكلة كل انت هتعمله ان انت هتمسح اليوزر ده خالص كده هتدوس مسلس وبعد كده تدوس على دليت وبعد كده تدوس ييس بيقولك نو يمسح كل حاجة قوله يمسح كده مسح اليوزر هتخش بقى على يوزر جديد او اكاونت جديد يعني هتنشئ من هنا كريات وتعمل اكاونت اللي هو يوزر وان ده مثلا وبعد كده هتيجي هنا تخش وبعد كده هتيجي هنا تدخل بقى الاكاونت بتاعك انت الاكاونت اللي انت دخلته هناك هتدخله تاني هنا عشان خاطر المشكلة تتحلي معك لازم تمسح اليوزر التاني اللي هو كان عليه برنامج ابوله لو ما اكتفتش ابوله مش هجيبلك المشكلة دي هنيجي هنا بقى ندخل الاكاونت يا شباب ونرجع تاني تمام كده يا شباب اكتفنا الاكاونت بيقولك هيخش على الستور احنا كده كده عملنا ابديت للستور هندوس هنا ساين انتو ماتيك لبس عشان ايه ما يحصلش يعني عشان يدخل على طول مباشرة بعد كده من غير ما كل شوية ندخل الاكاونت هنستنى لحد ما يعمل ساين انت دلوقتي وخلص مفترض انه يفتح الستور هذا طبيعي جدا بعد ما ادخل الاكاونت هنستنى لحد الستور ما يفتح وبعد كده هنخرج منه عشان نعمل اكتفيت ونشوف هل الارور اللي حصل من شوية هييجي تاني طب انت شايفي هييجي تاني يعني انت متخيل كده ان هو هييجي تاني مش واثق فيها انت صح شكلك مش واثق فيها حاسس واثق في ايه هني كمان واثق فيك واثق فيك ان انت هتنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو هتعمل كومنت كده عشان تشجعني انزل عمل لايك للفيديو وكومنت دلوق دلوقتي ولو انت مش مشترك لازم تشترك انزل اعمل سبسكرايب وفعل اجراء عشان مصرحك كل الفيديوهات هنيجي بقى نخرج ورا هندوس عشان ضرر بيس وبعد كده ندوس اوت ونخرج ورا خالص وبعد كده بقى نروح علشان ناكتف الاكاونت هنستنى يلا يلا الناس مستنية يشوفو هيتاكتف ولا مش هيتاكتف اكاونت مانجي مانت هندوس عليها وبعد كده هننزل تحت ندوس اكتيفيت وبعد كده هندوس باسسري سيستم جيم وي اكتيفيت سيستم وهنستنى اكتيفيت بليس ويت اكتيفيت كومبليت اتاكتف من غير اي مشاكل طيب نخرج بقى ورا ندوس اوكي ونرجع ورا بقى نشوف المشكلة كانت فين فاكريني المشكلة كانت فين المشكلة كانت هنا لما بتيجي تفتح للأسف ما فيش حاجة بتشتغل طب ندوس كده بيقولك عايز تعمل ملف سيف قوله اوكي هنطلع بقى ايه ندوس هنا عشان نعمل ملف سيف مموري وهنكرت واحد هنا ونكرت واحد ثاني واحد للبالستيشن وان واحد للبالستيشن تو نعمل كريت وننزل نعمل كريت وكده عملنا كريت مفترض بقى نرجع وننزل نشوف هتشتغل اشتغلت 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 ايه عشان ات حلت كل المشاكل انا النهارده جربت معاكو كل المشاكل اللي ممكن تقابلك وكل الحلول بتاعتها لا يوجد مشكلة ان شاء الله ستوقف معك غير لما ستجدها حل ستجدها لكي نشارك كل شيء لكي نشارك كل شيء مع بعض لكي تدعموني وأنا معكم لكي تشجعوني وأنا معكم لكي تفهمونه ستفعله بعد التعب ده كله اللعبة اشتغلت يا شباب ولا يوجد مشكلة ولا يوجد شيء وكل الألعب ستشغل معك بناء على الخطوات التي شرحتها الموضوع سهل الموضوع بسيط كل ما عليك أن تذهب على الخطوات وتمشي على الشرح ولو رأيت مشكلة هتنزل تسيبلي في الكومنتات و انا هرد عليك انا براجع الكومنتات شباب و بشوف لو في اي حد عنده سؤال بحاول ارد عليه ان شاء الله قد مقدر و كمان بعتذرلكو يا شباب على التأخير برضو يعني بس انتو عارفين فعلا ان انت تنزل كل يوم فيديو او كل يوم و يوم فيديو تجهز كتير وقت كتير تعب كتير فطبعا ما بلحقش هرد على كل الكومنتات بس بشوف الكومنتات و بعمللكم بها فيديوهات عشان اعمل لكم حلول الناس كلها تستفد بها فاللي عنده اي حاجة سيبلي فيه الكومنتات بس كده و الفيديو كان تقيل و الفيديو كان جاو و الفيديو كان حماس جدا فما تنساش لو تقوم بتنسل تعمل اكوه لايك سبسكونا واشتراك و تفعر الجرس و شوكوكو فيديوات الجديدة و بصاعد فيديوات القديمة و هشوفك الفيديو الجاي سلام